نقلت وكالة بلبورغ تأكيد رئيس الخطوط القطرية أكبر الباكر الحاجة لمصادر تمويل جديدة لضمان استمراريتها وتواجه شركة ضغوطا قوية لتوفير السيولة بعد تأثر أعمالها بالمقاطعة الرباعية من قبل المملكة والإمارات والبحرين ومصر لقطر اضطرت طائرات الشركة إلى اتباع مسارات أطول عبر الأجواء التركية والإيرانية ما زاد من استراك طاقة ورفع تكلفة الوقود مقارنة مع المسارات المعتادة في السابق فوق دول الجوار وكانت وكالة بلبورغ قد كشفت في تقرير سابق في ديسمبر الماضي أن الخطوط الجوية القطرية تكبدت خسائر في الإيرادات بحوالي 20% منذ بدء المقاطعة في يونيو 2017 ووفقا لتلك الأرقام يصبح قطاع طيران الخاسر الأكبر ضمن باقي قطاعات الاقتصاد في قطر وفقدت الخطوط القطرية 11% من شبكة رحلاتها وهي رحلات تمر فوق أجواء دول خليجية كانت مخصصة للمسافات طويلة التي تشكل مصدر إيرادات هام للناقلة القطرية ترجمة نانسي قنقر